السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في محاضرة بعنوان وجوب اتصال الضمير ووجوب انفصاله استكمالا لمحاضرة الضمير هناك قاعدة مهمة تقول متى تأتى اتصال الضمير لا يعدل الى انفصاله او متى امكن الاتيان بالضمير المتصل فلا يعدل الى الضمير المنفصل لماذا؟ لان الغرض من وضع الضمير الاختصار والمتصل اكثر اختصارا واجازا من المنفصل اللغة العربية هذه لغة اجاز واختصار فالضمير المتصل اكثر اجازا واختصارا من الضمير المنفصل فمتى امكن ان يكون الضمير متصلا لا تجعله منفصلا تقول اكرمتك ولا تقول اكرمت اياك لان الضمير هنا لإمكان الاتصال متى يكون الضمير واجب الاتصال يكون إذا وقع الضمير مباشرة بعد اسم أو فعل أو حرف اسم تقول مثلا بعد اسم تقول كتابك ولا تقول كتاب كتابه ولا تقول كتاب هو كتابي ولا تقول كتاب أنا لأن الضمير وقع مباشرة بعد اسم وإذا وقع بعد فعل مثلا تقول أكرمتك أو أكرمك خالد أكرمك خالد من فحش قل أكرم أنت أكرمه مش أكرم هو أكرمني مش أكرم أنا كذلك إذا وقع بعد حرف جر بعد حرف جر تقول إلي مش إلى أنا إليه وليس إلى وليس إلى أنت يبقى الضمير يكون واجب الاتصال إذا وقع مباشرة بعد اسم أو فعل أو حرف والقاعدة النحوية تقول متى تأتى اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله يعني إذا وقع الضمير مباشرة بعد اسم أو فعل أو حرف فلابد أن يكون متصلا ولا يكون منفصلا طيب متى يكون الضمير واجب الانفصال حالة معاكسة للحالة السابقة قد يتعين أن يجب أن يكون الضمير منفصلا ولا نستطيع ولا يمكن المجيء به متصلا وذلك في موضعين مشهورين أو أشهر هما أن إذا تقدم الضمير أن يتقدم الضمير على الفعل لسبب بلاغي لإفادة القصر كقول الله تعالى إياك نعبود وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد الجملة نقول نعبدك لو أن الضمير كان بعد الفعل ولكن تقدم الضمير المفعول به هنا تقدم على الفعل لغرض الاختصاص بالله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة به فهنا يجب أن يكون منفصلا ولا يقول كنعبد لا لا يصح لأن الضمير تقدم على الفعل كان أصل الجملة نعبدك ونستعينك ولكن قدمت قدمت ضمير على الفعل للاختصاص فيتحول من ضمير متصل في كلمة نعبدك إلى ضمير منفصل إياك نعبد وكذلك إياك نستعين الحالة الحالة الثانية التي يجب أن يكون الضمير فيها منفصل إذا وقع بعد إلا لإفادة الحصر إذا جاء الضمير بعد إلا لا يقع بعد إلا إلا الضمير المنفصل ومن ذلك قول الله تعالى أمر ألا تعبد إلا إياه فإياه هنا ضمير واجب الانفصال واجب الانفصال لماذا لأنه وقع بعد إلا قاعدة أخرى تقول يجوز أن يؤتى بالضمير منفصلا هذا في استثناءات هنا يجوز أن يؤتى بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا وذلك في حالتين في مسألتين فقط التي يجوز فيهما أن نأتي بالضمير منفصلا مع إمكانية أن يكون متصلا المسألة الأولى أن يكون العامل في الضميرين عندك ضميرين أهم المنصوبين فعلا غير ناسخ يكون عندنا ضميرين والناصب لهما فعل غير ناسخ والضمير الأول أعرف من الضمير الثاني عندنا ضميرين متصلين بفعل غير ناسخ غير كان وقواتها والنواسخ الأخرى الفعلية والضمير الأول أعرف من الضمير الثاني أعرف عندنا الضمائر إما أن تكون للمتكلم وإما للمخاطب وإما للغائب أشدها تعريفا للمتكلم ثم يأتي بعدها المخاطب ثم يأتي بعدها الغائب لماذا المتكلم لأن المتكلم أعرف بنفسه من غيره والمخاطب بعدها درجة لأن المخاطب أنا أحدثه وأراه بعيني وأشعر به بحواسي فلذلك يكون في المرتبة الثانية ثم يأتي الحديث عن الضمير الغائب الضمير الغائب هو المرتبة الثالثة في تعريف الضمير يبقى الأول للمتكلم ثم الثاني الغائب ثم الثاني المخاطب ثم الثالث للغائب نعطي مثال قلنا إذا كان اجتمع ضميراني أولهما واتصل بفعل غير ناسخ غير كان واخواتها وفعل الرجاء والشروع وكان الأول أشد تعريفا أعرف من الثاني كقولك الكتاب سلنيه الكتاب سلنيه فيجوز في الهائي الاتصال أو الانفصال لماذا؟ لأن ياء المتكلم أشد تعريفا من هائي الغائب أعرف ياء المتكلم أعرف في الدرجة ما دلت على المتكلم ياء المتكلم في المرتبة الأولى والغائب هائي الغائب في المرتبة الثالثة فهنا يجوز أن تقول الكتاب سلنيه على الانفصال ويجوز أن تقول الكتاب سلنيه لماذا؟ لأن ياء المتكلم أعرف وأشد تعريفا من هائي الغائب طيب فإن لم يكن الضميران منصوبين إذا كان لابد أن يكون في هذه الحالة السابقة من شروطها وقيودها أن يكون الضميران منصوبين طيب لو لم يكن منصوبين واجب وصل الضمير بعامله إن كان فعلا النظام أحببته يجب هنا لأن الضمير الأول في محل رافع وهو تعالفاعل والضمير الثاني في محل نصب هذا في محل رافع رافع فاعل والهاء في محل نصب مفعول به وإن كان الأول غير أعرف يعني أقل تعريفا من الثاني تعين الفصل نحوه الكتاب أعطاه إياك زيد الكتاب أعطاه إياك زيد الهاء هنا في المرتبة الثالثة وكاف الخطاب في المرتبة الثانية لأن المرتبة الأولى المتكلم ثم الخطاب ثم الغائب تعين الفصل يجب أن يكون الضمير منفصل والاتجاه والاتصال والاتصال أرجح من الانفصال في قول الله تعالى فسيكفي كهوم الله لماذا؟ لأن هذا ورد في الذكر الحكيم وهو أعلى درجات الفصاح ومنها قال الله تعالى أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أنلزمكموها الكاف الخطاب هنا وهذه الغاية وإن يسألكموها وإن يسألكموها هنا يتعين أو الأرجح أن يكون الاتصال في هذه الآية المسألة الثانية التي يجوز أن يأتي أو الضمير يأتي فيها متصلا مع إمكانية انفصال أن يكون الضمير الثاني أن يكون الضمير الثاني منصوبا بكانا أو إحدى أخواتها إحنا قلنا إحنا قلنا في المسألة السابقة أن يكون في ماذا؟ في فعل ناسخ والاثنين في محلي نصب هنا أن يكون الضمير الثاني منصوبا بكانا أو إحدى أخواتها لأنه خبرها فيجوز الاتصال والانفصال بكانا أو إحدى أخواتها نحو الصديق كنت هو أو يجوز لك أن تقول الصديق كنت إياه فكان هنا والتأ اسمها والهاء خبرها يجوز في هذه الحالة مع النواسخ مع كانا وأخواتها إذا الضمير الثاني المنصوب فيجوز أن تقول الصديق كنت إياه والصديق كنته ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد الذي رآه في المدينة وأراد أن يقتله عمر فقال إن يكنه يعني ظنه عمر أنه هو المسيح الدجال فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يكنه فلن تصلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله فهنا قال يكنه باتصال ماذا؟ باتصال الضمير ويجوز أن تقول إن يكن إياه ومن الانفصال قول عمر بن أبي ربيعة لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير لإن كان إياه ولم يقل وإن كان هو جوازا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكنه وإن لا يكنه إن يكنه فلن تصلط عليه وإن لا يكنه فلن تصلط عليه وهنا من الانفصال هنا قول عمر بن أبي ربيعة لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان والإنسان قد يتغير ويجوز أن يقول موضع الشهد هنا كان إياه جواز هنا ماذا؟ جواز انفصال الضمير بعامين انفصال الضمير بعد إيه؟ بعد كان ويجوز أن يكون متصلا لإن كانه بذلك نكون انتهينا من درسي وجوب اتصال الضميري ووجوب انفصاله وهو درس مكمل لدرس الضميري فإلى لقاء اشتركوا في القناة